عزيزي عضو هيئة التدريس بانتهاء هذا العرض سوف تكون قادرا على إضافة ارتباط أداة في منطقة المحتوى لإضافة ارتباط أداة التقويم في منطقة المحتوى اضغط على رابط المحتوى في قائمة المقرر الدراسي أنت الآن في منطقة المحتوى افتح قائمة الأدوات ثم اضغط على المزيد من الأهداف ثم اختر التقويم أنت الآن في صفحة إنشاء رابط تقويم في منطقة معلومات حول الارتباط ادخل اسم الارتباط ثم ادخل النص التوضيحي وفي منطقة خيارات يتم إتاحة توفر الارتباط للمستخدمين أو عدم إتاحته كما تتيح تتبع عدد مرات عرض الارتباط أو أن تتجاهل ذلك وبإمكانك أيضا أن تقيد عرض الارتباط بتاريخ ووقت محددين وذلك باستخدام خيار تحديد قيود التاريخ والوقت اضغط تقديم أحسنت تم إنشاء ارتباط أدات التقويم في منطقة المحتوى بنجاح الآن افتح ارتباط تقويم اختبارات اللغة العربية ومن صفحة التقويم قم بإنشاء حدث جديد أكتب عنوان الحدث ثم أدخل وصفا له هذا الحدث ضمن تقويمات مقرر اللغة العربية ويمكن إدخال التاريخ والوقت أو أن تشير إلى أن الحدث سيكون على مدار اليوم ويمكنك تكرار الحدث بشكل دوري هذا الحدث سيكون بصورة شهرية وسيتم تكراره كل شهر وسيكون في اليوم الأول من الشهر وذلك لمدة ستة أشهر أي سيتم تكراره ستة مرات اضغط حفظ أحسنت تم إنشاء الحدث في صفحة التقويم بنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر